حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارتة ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتد بتديله عندك كرم اه زاي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك اه دلوقتي حالا شكل الشهر عندك في احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة اه لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة شكل في خطوبة وفي اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان فهو في فرح في احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك في اجازة في فسحة في سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا في حاجة انت مزبزب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك اااااا�에 متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحس من موضع ده اما انت في قرار عايز تخده ومتردد فيه وعمال تجيبه ينين وشمال او انت في حال تقلب أو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلقة إما أنه أنت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فأنت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لأتاعت شوية فيها حاجة بتتأرجح أنت عايز توصلها لحالة study ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو أنت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد أن أنت قررت أن أنت تعمل خطة في الصرف أنك أنت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي أنت محتاجها بس المهم أنه هدف كويس قوي 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 في ناس تلعى هدفها النهاردة أنها تهد البيت في خلقات النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراح طيب إيه العقبات اللي مقبلك الشهر ده تغييرات أنت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير أي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجأ في العمل حصل تغيير مفاجأ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل معه إزاي نصحتي ليك تعامل معه بجرأة بص هو إيه بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض إن حاجة بتموت أو حاجة بتتغيير وحاجة مفاجأة وجاي غصبة عنك أنت أنت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي إيه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحرفي الموت بمعنى رمز الموت إن هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش تصرف بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض إن هو السيس يعني أو إحنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه أو شخص فيه عنده تدين واقف بيوجهه عادي جداً واجه واجه التغير أو التحول ده بشجاعة ما تقلقش لأن التحول ده أو التغير ده الحاجة اللي بتموت أو بتتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جنيدة طالعة بعدها فوجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه إن شاء الله في الآخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة أحسن بس انت مش عيد هدلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح إن الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة قوي كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح إنه تتحسن بالفعل أو على الأقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع إن شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية أه فالحبيب راضي مبسوط إنك إنت بقيت تهتم بيه مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب إيه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية أوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة قوي تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي لها علاقة بقى إيه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية مش عارفة إيه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لأنه ده مش وقت ملاسب ان انت بتعمل خطة للمستقبل قوي المستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت نادل ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على أقل تقدير يعني انه ناتجته مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاجت تطنقه هذا الشهر مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي pentacles نمسك اديك شوية يا دلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان في بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجه علشان اتليست حس يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين انا بالنسبالي اي ايد نازلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقي عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد اه يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجه في ايدك تعملها غير انك انت تدعي تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان ببقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب دلوقتي مش لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك اه يعني حاول ان انت متشوفش حلول معاه على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة اروح امشي ازاي اروح فين اقرب ولا بعد فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي البعيد يقرب اه نصيحة الكارت طلعلك العربة امسك القيادة يا دلو انت بطبعتك عندك صفات القائد امسك زمام الامور وانت اللي بتدي حركها زي ما زي ما احنا وصفنا الكارت ده قبل كده ده واحد اه راكب العربة هو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قعاد ده وقت اكشن ابتدي اخد اكشن وامسك زمام الامور واي حاجة اي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة كل واحد يوم باصص في التجاه بمعنى انها تدي لك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلو واما وحركتك تكون اسرع واتخاذك للقرارات يكون اسرع انت قراراتك على فكرة بتاخدها بصعوبة يبقى عنده تردد شديد جدا واضح ان الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل اسرع لو هي حتى قرارات تخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل اسرع من كده واضح انك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر فلازم تبتدي ان انت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا من الخاص القرية بسرعة الدل اما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية او في طريقه لتطور في المادة او هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا في شكل الشهر عنده في احتفالات وده شيء متوقع لان ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير الى ارتباط واتمام مراسم خطوبة او مراسم جواز او اجازة فيها سفر ان شاء الله وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكانت ايجابي قوي قوي هدفك الشهر ده انك انت تعمل عملية اتزام في حالتك المادية لان كل اللي بيجيلك بيروح بتصرفه فحالتك المادية مش متزنة فانت محتاج انك انت الهدف بتاعك اللي انت حطه انا عايز ازبط الميزانية الخاربانة ده يعني ده اللي انت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده تغيير مفاجئ انت مكونتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخوفك شوية لكن مش عايزاك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة متخافش مني اكتر حاجة حتنجز هالشهر ده انك حتنشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت هيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا برافو عليه كده حاول انك انت تتفادى اما الصفر او انك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات لها بعيدة المدى او تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي step by step حاول كمان تعطنق الحرص الحرص في الصرف واضح انه هو صرف مش اي حاجة تانية لم ايدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى في ناس بقى هتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب انت نسبة مثلا بيجيلك الف جنيه بتبعزق منها نسبة لا بقى اسابية في كلام فاضي في كلام قصدي وفيه حد بيجيلي هو 9 مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فايا كان فيه حالة من irrational spending يعني بتصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنع عنها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدين البوش ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكو تاني ودعوا ربنا وطلبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعت الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هيا اللي تقودك يعني فيك هوت يقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسك القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجه هتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايح له رايح حلوة جدا يا دل جميلة 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 تعالوا نشوف بقى ايه الحالة العطفية تعالوا نشوف بقى ايه تعالوا نشوف بقى ايه تعالوا نشوف بقى ايه تعالوا نشوف بقى ايه اه اداله عايز ايه اداله يعني واضح ان هو في حاجه عنده بايزه في العلاقه حاجه يعني مش مش واخد حقه اه زعلن من حاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام اه ومش فارق مع حاجه ان هو ايه ما تهزمش هو بيحاول يبين ان هو ما تهزمش ان هو ما تكسرش اه اه نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر اداله زي ما احنا نشوفنا حتى في قراته العامه تده يركز في العاطفه اوه تده يركز مع شهيكه اوه تده يهتم بيه تده يعوضه اه حاجه حلوه جدا فالدالوه شايف ان يعني ان العلاقه حلوه ولفسه بقى ايه يكمن عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر اه حلوه قوي قوي الدالوه شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اه ام تعنات كتير 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 مش عارفة ازا كانت تعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله اه اتغدر بيه كتير قوي وعنده نهاية مقلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مقلمة مش عارفة الدالوه هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدالوه حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدالو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 انا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدالو زعل شريكه في حاجة بس الدالو ابتدى يركزه ابتدى يديه ابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاريه بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة اه نفسه في ايه هو نفسه في تعويض فعلا نفسه في تعويض الشريك شايف ان هو ادى الدالو كتير قوي او 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 يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويض انه واضح ان الدالو ممكن يكون غلط يعني مش مشكله من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصد بقى الشريك شايف الدالو ازاي شايفه بيصلح لا الدالو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطب وعايز يقوم بالعلاقه قوم كده ماشاء الله الطاقه الطاقه الدالو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجه شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواها سمكة السمكة دي عطاء ورمز لخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدلو تعلم الدرسو تعلم كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكو يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتو مش متعودين عليها الدلو فعلا انت ده يركز مع الشريك في في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فشلة زم انا كنت فاكر لا ده في صاف في بداية جديدة في طريق طويل انتو رايحين وانتو ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض آآ رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو مولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه متجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة آآ والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتو متجوزين قراتي وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جداً حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يديه كله عمال يديه يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ماشاء الله بيرفا ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراءة فعلاً تنطبق على الدلو جداً الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حلو قوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه غلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انتوا عايزين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلطش في حاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة طعنات اتهارة طعنات طعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحس ان الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله يا ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان؟ عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير هو استنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز بتدي يحفظ بقى عايز هو بقى ياخد شوية اه وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعاليا انه هو يصلح وابتدى يدي اتقى ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو شريكه داخلنها ومرحلة منطقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله اه طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح اه عملين ترسمه خطوات نحو المستقبل مع بعض اه وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في القراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ مش خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل واتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة اه فيها اه كلها سلام وكلها اه اه يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اتنان زواج او اتنان خطوبة اه بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة